أكثر من 150 ألف قتيل ضحية النزاع السوري منذ العام 2011 حصيلة جديدة صدرت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان في هذا الوقت تستمر المعارك في محيث مدينة اللاذقية الاستراتيجية التي تقطنها مجموعة كبيرة من الأقليات الموالية لنظام الأسد وشهدت مدينة كسب حالة من النزوح الجماعي للأرمن الذين لجأوا إلى الأديرة والكنائس خوفا من وصول قوات المعارضة إلى المدينة تقول هذه السيدة خرجنا من منازلنا ولم نأخذ أي شيء معنا ولا حتى الملابس يقول هذا الرجل لقمنا بتنظيم أنفسنا لدفاع عن عائلاتنا ومدينتنا على مدعام كامل ولكن عندما علمنا أنهم سوف يهاجمون المدينة قادمين من تركيا فضلنا النزوح صحيفة هوريزون الألمانية أشارت إلى أن حوالي 600 عائلة هربت من كسب إلى مناطق رأس البسيط واللاذقية وفي كل مرة تشتد فيها المعارك بين قوات النظام السوري والمعارضة تزداد حدة التوتر في دول الجوار وخاصة في طرابلس لبنانية حيث نشر الجيش اللبناني جنوده بشكل مكثف في محاولة لوضع حد لجولات المعارك بين لبنانيين مؤيدين ومعارضين للنظام السوري